أصحاب الأخامة والمعالي السيد الأمين العام السيدات والسادة يسعدني أن أنقل إليكم بحيات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون الذي شرفني بتمثيله وبإلقاء كلمة سيادته الموجهة إلى هذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد أدامة بارو رئيس جمهورية غنبيا أصحاب الفخامة والمعالي السيد الأمين العام السيدات والسادة يسعدني بداية أن أعرب عن خالص الشكر وبالغ التقدير لأخي فخامة الرئيس أدامة بارو رئيس جمهورية غنبيا والرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي على استضافة هذه القمة متمنيا له التوفيق في إدارة أشغالها والتوصل إلى نتائج إيجابية ترتقي إلى مستوى تطلعات شعوبنا وتستجيب للتحديات التي تواجهنا وعلى رأسها قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية التي من أجلها أنشئت هذه المنظمة وتظل مصدر وحدتها ومحور عملها المشترك إن الشعب الفلسطيني الشقيق لا سيما في قطاع غزة يتعرض منذ أكثر من ستة أشهر إلى حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي مجازر ترتكب وأرواح تزهق ودماء تسفك يوميا في حق أطفال ونساء وشيوخ أمام مرأة ومسمع العالم ولا يهز ذلك الضمير العالمي أو الإنساني بالإضافة إلى معاناتهم الأليمة تحت وطأة القصف والقتل يتعرض الفلسطينيون الأشقاء في العديد من المناطق إلى سياسة التجويع المتعمد من خلال منع دخول قوافل المساعدات الإنسانية الذي تفرضه سلطة الاحتلال أمام هذه الجرائم تقف المنظمات والمؤسسات الدولية عاجزة سياسيا عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلك الهيئات التي لطالما تغنت بتمسكها بالسلام وبحوار الحضرات بين الأمم وكأن البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة لا قانون لا مبادئ لا قيم ولا أخلاق أصحاب الفخامة السيدات والسادة ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراضاً للقانون الدولي أو انهياراً للنظام العالمي القائم على قواعد مشتركة بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان كمفاهيم وعقيدة عندما نرى في فلسطين محتلاً متنكراً لقيم الإنسانية يجرد شعباً بأكمله من إنسانيته ومن حقه في الوجود فماذا بقي إذن من حقوق الإنسان لذلك يتحتم على منظمتنا العمل وبشكلٍ وثيق على المستوى الدولي من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه المحتلة والحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس وتبني مقاربة أكثر تصميماً وحسماً لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الكاملة بخصوص توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الأعمال الإجرامية والقتل الممنهج والفضائع الوحشية الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في كافة الأراضي المحتلة لقد سبق للجزائر أن أكدت بأن التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الوقيمة على الأمن والسلم الدوليين ناجمة عن الاستمرار في التنكر للحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتغاضي خاصةً عن جرائم الاحتلال وسياساته الاستعمارية وعج المزموعة الدولية على فرض القانون الدولي وإلزام المحتل به ووقف المشروع الاستطاني التوسعي على الأراضي الفلسطينية وإذا كان من المسلم به قانوناً وأخلاقياً التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق فإنه من الضروري في غضم هذا العدوان الذي يشنه الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن نجدد التأكيد على رفضها للانتقائية السائدة في التعامل مع قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية وللمواساة بين الضحية والجلاد كيف لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود ويتعرض يومياً إلى المجارز والتدمير أن يتهم بالإرهاب وقد أجازت له القوانين والشرعية الدولية حقه في المقاومة وتقرير المصير أصحاب الفخامة السيدات والسادة إن الجزائر التي تواصل حملاً شغالات مجموعتنا والدفاع عن قضيتها المركزية في مجلس الأمن تجدد النداء إلى المجتمع الدولي ولا كل الأحرار والضمائر الحية في العالم من أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية من خلال الوقف الفوري والدائم ودون أي شروط للعدواد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتكثيف الجهود من أجل الضمان التنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 27-28 وحاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل كل الآليات القانونية الدولية المتاحة من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الشاملة وغيرها من الأفعال المحرمة قانوناً الدفع ناحو تفعيل مصار سياسي لإيجاد حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل خاصة على حصولها على العضوية الكامنة في منظمة الأم المتحدة إن مسؤوليتنا كأعضاء في منظمنا التعاون الإسلامي تدفعنا إلى الالتزام الجماعي بالدفاع عن قضايان العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك للتصدي لكل محاولات المساس بمقدسات الأمة الإسلامية من أجل تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة بما يمكن منظمتنا من تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية والدفاع عن مقدساتنا وعلى رأسها مدينة القدس التي تتعرض يوميا للتهويد المتواصل والمتصاعد وللتصفية العنصرية بالإضافة إلى التدنيس اليومي للمجلس الأقضى كما يتعين علينا العمل وفق مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر الإسلاموفوبية التي صارت تستهدف بشكل مستمر وشبه آلي لجالياتنا المسلمة بالإضافة إلى مواجهة استباحة كل ما له علاقة بمقومات أمتنا الإسلامية تعدى ذرائح واهية تتخذ أحيانا من حرية الرأي والتعبير غطاءا ومبررا واهيا لها إن التزامنا الجماعي بمحاربة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية يجب أن يقابله محاربة خطاب الكراهية والتطرف الذي يستهدف مقوماتنا وترقية قيم التعايش وتعزيز ثقافة الإنفتاح والتسامح مثل ما ينص عليه القرار 1372 المعتمد في ديسمبر 2017 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر والذي كرس تاريخ 16 ماي من كل سنة مناسبة للاحتفال باليوم الدولي للعيش معا في سلام أصحاب الفخامة السيدات والسادة إن تحقيق هذه الغايات النبيلة السامية والدفاع عن هذه القضايا العادلة التي أنشئت من أجلها منظمتنا يتطلب إعادة النظر في حوكمة هذه المنظمة وإجراء الإصلاحات الضرورية تنفيذ للقرار المعتمد بمبادرة من الجزائر من أجل ضمان مواكبتها للتحديات متعددة الأبعاد ومواجهة المخاطر إن منظمتنا اليوم أمام لحظة فارقة لتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ ولمواجهة المخاطر والتحديات التي تفرضها الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا واتخاذ المواقف والقرارات التي تعبر بحقٍ عن تطلُّعاتي وأمالي شعوبنا الإسلامية شكراً على كرم الإسخاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر